في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية للجرائم التموينية نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط أكثر من 97 طن ضقيق أبيض وبقليات وأرز ومكارونا وزيط عام تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والقليوبية كما نجحت في ضبط قائد سيارة ومالك مخبز بلدي بالقليوبية لقيامهما بالاستلاء على قرابة 67 طن ضقيق بلدي مدعم والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء وهو ما يعد استلاءا على الدعم المقرر لها وضبط قرابة 85 طن أرز تموني وأكثر من 90 ألف لتر زيت تموني مخصص للبطاقات التمونية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام مالك مخزا لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بالاستلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء الإدارة تمكنت من ضبط نحو 74 طن أعلاف حيوانية بالغربية والمنوفية والشرقية تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وضبط 130 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك مستودع لتجارة مواد البناء بضمياط قام بتجميعها بقصد بيعها بالسوق السوداء وضبط خمسة أطنان أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية لبيعها بالسوق السوداء وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية تمكنت الإدارة من ضبط 380 طن خليلات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة لاستيباك الأدمي وتمثل خطورة على صحة المواطنين حال ترحيها للتداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بالبحيرة والشرقية وتمكنت من ضبط قرابة 16 طن ملح وزيد طعام وجبن غير صالحا لاستهلاك الادمي بحوزة مالك معمل لمنتجات الألبان بالبحيرة ومسؤول مصنع بدون ترخيص لسلع الغذائية بالشرقية الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 20 طن لحم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها وكذا أسماك جميعها غير صالحة لاستهلاك الادمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والفيوم وسوهاك وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 42 طن سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة لاستهلاك الادمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الحلوى بدون لط وضبط 23 طن أسميدة زراعية غير صالحة لاستخدام الزراعي وتؤثر بالضرر على السروة الزراعية بالفيوم والغربية والمنوفية وضبط أكثر من 39 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة لاستخدام بالشرقية والمنوفية